عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تتم داخل نطاق محافظة جنوب سيناء خلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن تكلفة تنفيذ تلك المشروعات تجاوزت 4.5 مليار جنيه وذلك في عدد من القطاعات والمجالات المهمة ومنها الخدمية والثقافية والتراثية والترفيهية والتجارية وغيرها كما تم التأكيد على أن تلك المشروعات من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجذب المزيد من الحركة السياحية لمختلف مدن المحافظة